نجد وسط مدينة تعز تحديدا في شارع جمال لنرصد مجريات هذه المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي تشهدها المدينة تلبية لدعوة الرابطة الوطنية لأسر الشهداء نلاحظ مشاركة واسعة لأبناء تعز من عدة مديريات رافعين صور ذويهم الشهداء في رسالة تؤكد الاستمرار في النضال على دربهم من أجل الانتصار للجمهورية ضد الانقلابيين الحوثيين يرفع المشاركون في المسيرة كما هو ملاحظ لافتات يؤكدون فيها مطالبتهم للحكومة بدعم الأجهزة العسكرية في المحافظة لاستكمال التحرير وكذلك دعم الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار داخل المربعات المحرة وتوفير الخدمات العلاجية لجرح الحرب وإقالة كل الفاسدين في الغطاء العام ومن الواضح أيضا بأن هناك شعارات ينادي بها المشاركون تطالب بإقالة المحافظة نبيل شمسان وإصلاح الأوباء الاقتصادية والمعيشية في البلاد وكذلك توفير الخدمات للسكان في المدينة هي مطالبات مستمرة ودعوات متواصلة لقيادة الحكومة للاهتمام بملف تعز الإنساني والمعيشي والاقتصادي والأمني وكذلك العسكري لكنها لم تلقى الانخفاثة اللازمة من قبل الحكومة حتى الآن أي من قائد يمن شباب تعز ترجمة نانسي قنقر